أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمي يا رب العالمين لا زال الحديث متصلاً في شأن بني إسرائيل وقد تقدم في الآيات السابقة بيان كثير لخزهم ونقضهم العهد ومخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى كما مر معنا وآخر ذلك فيما مر أمر موسى عليه السلام لهم بذبح البقرة وما حصل منهم من التلكؤ والتردد ومخالفة أمر الرسول الذي يأتمر بأمر الله تبارك وتعالى فحتى كان آخر الأمر أنهم ذبحوها على كره منهم فالله سبحانه وتعالى هنا يوجه المؤمنين ويخاطب المؤمنين المؤمنين يخاطب المؤمنين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام كأنه يؤسهم من إيمان هؤلاء بعد كل ما تقدم من خزيهم وضلالهم قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم هل تؤملون بعد كل ما تقدم أن هؤلاء يؤمنون بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقد تقدم معنا أنهم كيف كانوا يحرفون كلام الله ويخفون الآيات الموجودة في التوراة والتي تدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أو الآيات التي تدل على بعض العقوبات التي جاءت في التوراة موافقة لما جاء في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهؤلاء لا يرجى منهم خير وهم ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه هؤلاء علماؤهم يحرفون كلام الله وهم يعلمونه يقينا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وهذه السمة من سمات النفاق والعياذ بالله والصلة بين النفاق بين اليهود وبين النفاق وكون اليهودية حاضنة لهذا المبدأ الخبيث مبدأ النفاق صلة وثيقة أكيدة إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يظهرون الإيمان وإذا خلى يعني آمنا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وإذا خلى بعضهم إلى بعض بعد أن ينصرفوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم هل تخبرون المسلمين بما جاء في كتابكم من حجية بئثة محمد عليه الصلاة والسلام وصدقه والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الأنبياء قبله بالإيمان به إذا بعث هذا يقولون يضر بكم ويهدم مكانتكم بين قومكم وبين الناس لأن الناس كانوا في الجاهلية ينظرون إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى نظرة يعني فيها احترام وفيها تقدير لأنهم أهل كتاب بل كانوا يرجعون إليهم في بعض الأشياء وهم يعلمون ببئثة محمد عليه الصلاة والسلام ولكنهم أخطوا ذلك خشية على مكانتهم وكذبوا على الله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى يذكر عباده أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ما يعلنونه من هذا الإيمان الكاذب وما يسرونه من التكذيب ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى تذكير هذا الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخطى فكيف بهؤلاء يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وكيف بهؤلاء يطمسون أحكام الله سبحانه وتعالى ويخالفونها ويغيرونها ثم الله سبحانه وتعالى فصل في أمرهم هؤلاء ليسوا صنفا واحدا علماؤهم هؤلاء هم الذين تحدثت عنهم الآيات هؤلاء الذين يخفون كتاب الله ويحرفونه ويغيرونه ولكن فيه منهم أمة أمية جهلة عوام لا يعلمون الكتاب إلا أماني يقول لهم علماؤهم إنكم شعب الله المختار وأنكم الناجون وأنكم ستدخلون الجنة وأن كل الأمم الأخرى خدم لكم فهم يأخذون هذه المعلومات بدون دليل اعتمادا على ما يأتيهم من هذا الكذب الذي يلقي به إليهم هؤلاء العلماء فثم الله سبحانه وتعالى توعدهم بذلك فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم نسخ كتاب الله تبارك وتعالى وإعادة كتابته هذا ليس فيه شيء لكن الله سبحانه وتعالى يتوعدهم هنا على شيء آخر أنهم يغيرون ما نزل إليهم من كلام الله تبارك وتعالى يكتبون الكتاب بأيديهم يعني يغيرون ما نزل إليهم ثم بعد ذلك يظهرون أنه من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله لا يكتفون بهذا التغيير بل ينشرون هذا أمام الناس ويكذبون على الله أنه كلام الله تبارك وتعالى ليشتروا به ثمنا قليلا يكسبوا به منصبا ليكسبوا به مصلحة ليشفوا به نفوسهم وقلوبهم المريضة التي تأبى أن تقبل الحق والتي أكلها الحقد والحسد ببئثة محمد عليه الصلاة والسلام من غيرهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ هذا توعد هذا وعد من الله توعيد من الله سبحانه وتعالى شديد لهم وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ يعني مما غيروا وحرفوا وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ بسبب هذا إن كان قد حصل لهم كسب مادي من منصب أو مال أو جاه في هذه الدنيا بسبب هذا التحريف وهذا التزوير فالويل لهم سينالون عقابهم عند الله سبحانه وتعالى والويل هو العذاب وبعض العلماء يقول إن الويل واد من أودية جهنم والعياذ بالله وهذا غاية التشديد والتهديد والوعيد وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة هذا يأتي في سياق أنهم شعب الله المختار يعني لن يدخلوا النار والجنة لهم دون غيرهم وإذا دخلوا النار فستكون هذه لبعضهم من باب التطهير والتزكية أياما معدودة من أين لكم هذا؟ لأنه أولا هذا كلام منسوب إلى الله تبارك وتعالى وهذا كلام عن اليوم الآخر والحساب والجزاء من أين لكم هذا؟ لابد له من دليل الدعوة أي دعوة يتقدم بها أحد لابد أن يقدم عليها دليل وإلا فأنها ترد على صاحبها وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا يعني هل بينكم وبين الله سبحانه وتعالى عهد؟ والله سبحانه وتعالى أعطاكم هذا العهد أنه لا يدخلكم النار أو أنه إذا دخل بعضكم النار فسيخرجون أيام قليلة من أين لكم هذا؟ قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي وعدكم بذلك وتعهد لكم فالله سبحانه وتعالى لن يخلف ذلك أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ من أين لكم هذا؟ هذا تقول على الله تبارك وتعالى لو كان عندكم دليل عن الله تبارك وتعالى أنكم لن تدخلوا النار أو إن دخلتموها فستكون هذه لأيام معدودة من أين لكم هذا؟ لا بد من دليل وليس عندكم دليل فالله سبحانه وتعالى لكم بالمرصاد أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ والقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم وبغير دليل هذا من أكبر الآثام ومن أعظم الأمور الجرم التي يؤاخذ الله سبحانه وتعالى عليها كما جاء في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من أين لكم هذا؟ فهؤلاء العوام الأميون يأخذون هذا الكلام عن علمائهم وهم كالدواب لا يدرون وليس عندهم دليل لكن التبعة على من التبعة على هؤلاء الأحبار هؤلاء العلماء الذين يلقون إليهم بهذه الأضاليل وهذه تبعة كبيرة وهذه فيها تنبيه ليس يعني يخرج يزيد على وعيد اليهود هؤلاء الظلمة هؤلاء الفجرة هذا فيه تنبيه للمؤمنين أيضا أن لا يقولوا على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون فيجب أن يتحرى الإنسان وأن يتحرز في القول على الله سبحانه وتعالى أو على رسوله عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتأكد من أن ذلك ثابت عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فكما أن هذا وعيد وتهديد وتشديد لهؤلاء الأحبار وهؤلاء علماء اليهود فكذلك هو تنبيه للمسلمين أن لا يكونوا مثلهم حتى لا يقعوا في مثل ما وقعوا فيه ثم الله سبحانه وتعالى يؤكد بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد من أين لكم هذا؟ من أين لكم هذا؟ أصحاب السيئات هؤلاء لا بد أن يدخلوا النار إن ماتوا وهم عليها والمقصود بالسيئة هنا ما هو؟ المقصود بالسيئة هنا الشرك بالله والكفر بالله إن ماتوا على كفرهم وشركهم فسيكونون من أهل النار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته احتوشته ذنوبه ليس له مفر منها إذا قابل الله سبحانه وتعالى في يوم الجزاء بهذا فله جهنم والعياذ بالله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يعني لا يظلم ربك أحدا أهل الإيمان سيكونون في الجنة هم هؤلاء أهل الجنة وأهل الشرك والكفر هؤلاء مصيرهم النار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يعني ليس له ما يعتذر به عند الله وليس له عمل صالح ينجيه فأولئك أصحاب النار والعياذ بالله ثم الله سبحانه وتعالى يسوق إلينا يسوق علينا أيضا عددا من الأمور التي وقعوا فيها وخالفوا والاستمرار في قصص بني إسرائيل بهذا الطول الذي سمعناه والذي معنا في هذه الليلة والذي سيأتي أيضا فيما بعد هذا كله دليل على عتو هذه الأمة وفجورها ومخالفتها لأمر الله تبارك وتعالى لم يحصل في شأن أمة من الأمم فيما قصه الله تبارك وتعالى علينا طول وتفصيل وتنكيل وإساءة ووعيد كما حصل مع هؤلاء بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وهذا هو الواجب الأول وهو الأمر الأعظم الذي خلق من أجله الخلق ما هو عبادة الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون لا تعبدون إلا الله هذا أول الواجبات وأهمها وأعظمها توحيد العبادة لله تبارك وتعالى هذا حق الله تبارك وتعالى وهو أعظم الحقوق ولذلك يقدم ولا ينفع عمل من الأعمال بعد ولو كان من الأعمال الصالحة بدون أن يوجد هذا الركن الأعظم وهو عبادة الله والإيمان بالله تبارك وتعالى فلذلك قدم لا تعبدون إلا الله ثم بعد ذلك ساق الله سبحانه وتعالى أمورا أخرى مما كلفوا به وهي أيضا موافقة لما جاء في شريعتنا وبالوالدين إحسانا أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى حق الوالدين حق الوالدين الله سبحانه وتعالى كرر هذا الأمر كثيرا بيان حق الوالدين وبالوالدين إحسانا ما أجمل هذه العبارة ما فصل فيها ولا قال في مأكلهم ولا في ملبسهم ولا في مشربهم ولا في مخاطبتهم يعني وإن كان قد ذكر في آيات في سور أخرى ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما لكن هنا قال وبالوالدين إحسانا والإحسان في كل شيء الإحسان في كل شيء كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء على كل شيء حتى عندما يذبح الإنسان ذبيحته وهذا أمر أحله الله لكن هذا الأمر فيه إحسان يجب أن يراعه إن الله كتب على الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح حتى في هذا الأمر يجب أن يراعي الإنسان هذا المطلب الذي طلبته الشريعة وبالوالدين إحسانا وذي القربة بعد حق الوالدين حق القرابة وحق القربة وإن كان يعني يدخل فيه الوالدان لكن ما يختص به الوالدان أعظم هو أعظم حقوق القرابة وذي القربة هؤلاء حقهم مقدم بعد حق الوالدين حق القرابة والذي يقصر في هذا أو الذي يخالف فيه متوعد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم حق الرحم والرحم معلقة مشتقة من صفات الرحمن تبارك وتعالى وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لما خلق الخلق وفرغ منهم قامت الرحم الرحم تحت العرش وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فالله سبحانه وتعالى قال أما ترين أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك هذا كلام ربنا تبارك وتعالى وذي القربة واليتامة وهذا يرد كثيرا التوصية باليتامة والتوصية بالمساكين هذا كثير في آيات عديدة في مواطن كثيرة الوصية باليتامة والوصية بالمساكين اليتامة هؤلاء يعني طائفة كسرت في المجتمع بذهب من يعولهم اليتيم ذهب عائله هو من توفي والده وهو في سن الصغر قبل أن يكبر قبل أن يصل إلى حد التكليف فهو بحاجة إلى رعاية بحاجة إلى عطف بحاجة إلى حنان كذلك المساكين والمساكين هؤلاء فئة خاصة من الفقراء ومن المحتاجين المسكين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان تعطيه ويسكت ولكنه الذي لا يتفطن إليه ولا يعرف فيتصدق عليه وقال الله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف يعني مع أنهم يشتركون مع غيرهم في الحاجة إلا أنهم أيضا متعففون هؤلاء يجب أن نحرص عليهم وأن نبحث عنهم وأن نقوم بسد حاجاتهم ثم قال الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا الإحسان المتقدم في شأن الوالدين خصهم من بين الناس قال وبالوالدين إحسان لكن هنا في شأن الناس جميعا جميعا وقولوا للناس حسنا قلوا للناس حسنا وهذا فيه ما فيه من التأكيد على أهمية إحسان القول إحسان القول في المخاطبة في المطالبة في كل الأمور ها الإحسان أحسن حتى مع الكفار الكفار ونحن نجادلهم ونحن نخاطبهم الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نجادلهم بالحسنة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن هذا أدعى للقبول أدعى لأن يقبلوا علينا لأن يوافقون لكن إذا خاطبناهم بالشدة والغلضة هذا أمر منفر والله سبحانه وتعالى كما تعلمون عندما بعث موسى عليه السلام وهارون إلى فرعون أمرهما بأن يتلطف معه فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى نعم وهذا من باب إقامة الحجة وإلا فربنا تبارك وتعالى يعلم أن هذا الضال الكافر الفاجر فرعون لن يقبل لكن هذا منهج الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الأمة به وأقيموا الصلاة وقولوا الناس حسن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك أمرهم بالصلاة وأمرهم بالزكاة الصلاة حق الله والزكاة حق المال أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك كله ماذا كانت النتيجة قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون يعني ما قبلتم ولا حقتم ما أمركم الله سبحانه وتعالى به هنا ربنا تبارك وتعالى يذكر في هذه العبارة أمرا عظيما يجب أن يتنبأ له المسلمون جميعا وهو الإنصاف الإنصاف مطلب ضروري في هذا الدين حتى مع الكفار حتى مع الأعداء ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فالله سبحانه وتعالى مع أنه شنع على هؤلاء الضالين بني إسرائيل المغضوب عليهم هؤلاء شنع عليهم كثيرا وتوعدهم وهددهم وبيّن مخالفتهم لكنه هنا قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون هؤلاء الله سبحانه وتعالى حفظ لهم حقهم وفي سورة آل عمران في آخر السورة وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله واليوم الآخر من أهل الكتاب الله سبحانه وتعالى حفظ لهم حقهم وهذا دليل على أن هذا الدين من عند الله لا يتأثر بالأهواء ولا بالأنساب ولا بالأحساب هذا من عند الله تبارك وتعالى والخلق كلهم مخاطبون بهذا الدين وبهذا الإيمان فمن قبل بالإيمان نجأ ومن خالف وعصى فمصيره والعياذ بالله إلى النار ولذلك تقدم معنا في السورة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون من أي الطوائف من أي القبائل من أي البلدان من أي الأماكن إذا آمن بالله سبحانه وتعالى كان من أهل النجاة عند الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يبين نكسهم أيضا في ميثاق آخر أخذه عليهم أخذ الله عليهم الميثاق أنهم لا يسفكون دماؤهم يعني لا يقتل بعضهم بعضا وانظروا أيها الإخوة وتأملوا في جمال هذه الآية وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم هل كلهم قاموا بسفك الدماء لا سفك الدماء حصل من البعض ولكن لما كان سفك الدماء هذا جريمة عظمى يعود أثرها وضررها على المجموع على مجموع الأمة كان المتسبب فيها كأنه أساء إلى كأنه قتل الأنفس كلها كما جاء في قوله تبارك وتعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدوا أخذ الله عليهم هذا الميثاق ألا يسفكوا بعضهم بعضا دم بعض ولا يخرجون بعض إخوانهم ومن هم على ملتهم من ديارهم لكنهم خالفوا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم هذه الآية لها سبب نزول تتعلق بقصة ما هي هذه القصة وما هذا السبب اليهود كانوا في المدينة ثلاث قبائل وكان في المدينة الأوس والخزرج الأوس والخجرج الذين آمنوا بعد ذلك برسالة النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا في دين الإسلام وآووا الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إليهم وسكن في بلدهم وناصروه أصبحوا الأنصار لكنهم في الجاهلية كانوا أهل شرك وكانت هاتان القبيلتان في مناحرة ومنافرة وقتال شديد قتال شهيدين يقتتلون بينهم ثارات وبينهم قتال وكل قبيلة من هذه القبائل من الأوس والخزرج لها حلفاء من اليهود هذه من قبائل اليهود قبائل حالفت الأوس وقبائل حالفت الخزرج فكان إذا حصل حتال أو حصلت حرب بين الأوس والخزرج قاتل كل حليف مع حلفائه حتى يقاتلوا يعني منهم على دينهم وملتهم فيقاتل هؤلاء الذين مع الأوس اليهود الذين مع الأوس ويسفكون دماؤهم ويسبونهم ويأخذون أموالهم ويهتكون أعراضهم شيء لا يتصور الله أخذ عليهم الميثاق وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماؤكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون لا تخالفون في هذا مكتوب هذا في كتابكم وأنتم تعترفون به ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم القتل هذا الذي يقع منكم على اليهود أبناء جلدتكم كأنكم قتلتم أنفسكم وأنهكتم طائفتكم واعتديتم عليها وتخرجون فريقا منكم من ديارهم أيضا تسلبونهم وتسبونهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ما لكم عندهم شيء إلا هذه الأحلاف الظالمة وإن يأتوكم أسارا تفادوهم هذا هو الأمر العجيب في شأن هؤلاء الذي عرفنا الله سبحانه وتعالى به منكرا عليهم الله أخذ عليهم العهد أن لا يسفكوا دماءهم وأن لا يخرجوا بعضهم بعضا من ديارهم وأقروا بهذا ثم هم قاموا يهتكون هذا العهد وينقضون هذا الميثاق يقتلون بعضهم مع حلفائهم ويسبونهم ويسلبونهم وإذا وقعوا في الأسر وإن يأتوكم أسارا يعني هؤلاء الذين مع الأوس وقع بعض اليهود الذين مع الخزرج في الأسر يقوم هؤلاء الذين مع الأوس مرة أخرى بافتدائهم سبحان الله كيف تعتدون عليهم ثم تأتون هنا وتفتدونهم وإن يأتوكم أسارا تفادوهم لماذا هذا التناقض العجيب قالوا لأنه في كتابنا في التوراة أنه يجب على اليهود إذا وقع أخوه في الأسر أنه يفتديه من أوقعه في الأسر من قتله من سفك دمه من أحل به هذا العذاب الأليمي إلا أنتم وإن يأتوكم أسارا تفادوهم فالله حرم عليكم أنتم لم تعرفوا من حق الله عليكم إلا أن تفتدوهم من الأسر والقتل والأسر والسلب والنهب واحتلال الحرومات وانتهاك الحرومات هذا كله تنسيتم تنسيتموه ثم لم تذكروا إلا أنكم تفتدوه هذا تناقض عجيب وإن يأتوكم أسارا تفادوه وهو محرم عليكم إخراجهم الله حرم عليكم لأنه قال في الآية التي قبلها ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وأنتم هنا يعني رضيتم بهذا الأمر رضيتم بهذا الأمر وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذا شيء عجيب يعني إذا كنتم قد فاديتموهم استجابة لما ورد في التوراة فالتوراة فيها تحريم القتل وتحريم السلب وتحريم الناب فلماذا تأخذون ببعض ما ورد في التوراة وتتركون البعض الآخر فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الذي يفعل ذلك ويستحله لا حق له لا حظ له في الآخرة هو ارتكب الخزي والعار اكتسب العار في الحياة الدنيا لأنه هتك حرمة القرابة وخالف أمر الله سبحانه وتعالى وفي الآخرة ينتظره أشد العذاب والعياذ بالله ثم يرد ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب لماذا يردون إلى أشد العذاب لمخالفتهم لأمر الله في أمور كثيرة مرت معنا وسيأتي غيرها الكذب على الله مخالفة العهد والميثاق الذي أخذه الله عليهم أكثر من مرة ومن هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم ما ورد معنا في هذه الليلة وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وهذا أيضا نقول فيه كما قلنا في الآيات التي تقدمت إن هذا أيضا كما هو تهديد ووعيد لهؤلاء اليهود الذين نكثوا وخالفوا أمر الله وتنبيه للمؤمنين ألا يأخذوا بعض الكتاب ويتركوا بعضه ألا يخالفوا أمر الله وهم يعلمون لا بد أن يأخذ هذا الدين كله والله سبحانه وتعالى عاب على من يأخذ بعض الكتاب ويترك بعض الذين جعلوا القرآن عظين فوربك لنسأل قسموه شيء يأخذونه وشيء يتركونه فوربك لنسأل أنهم أجمعين عما كانوا يعملون فالله سبحانه وتعالى تهددهم وتوعدهم هنا بجزاء أفعالهم هذه المقيتة وهذا تنبيه كما قلنا للمؤمنين ألا يفعلوا مثل فعلهم والإنسان المؤمن العاقل يقفيه هذا يقفيه هذا لأن الله سبحانه وتعالى قص هذا الأمر من باب التشنيع على هؤلاء وبيان سوء طباعهم وسوء أخلاقهم ونكسهم ونفاقهم وكفرهم فالمؤمن إذا سمع ذلك يسارع إلى اجتناب هذه الصفات والله سبحانه وتعالى يسوق هذا تربية للمؤمنين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء الظلمة الفجرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ليس هذا من باب الظلم وليس هذا من باب الجو حاش الله ولا يظلم ربك أحدا لكن لأن هؤلاء خالفوا أمر الله واعتدوا ونكثوا ونقضوا عهد الله فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين إخوانهم حتى في أنفسهم هؤلاء الله سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب الشديد أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون في يوم القيامة هذا الكلام الذي يدعونه والأقاويل هذه التي يسوقونها أنهم شعب الله المختار وأنهم إن دخلوا النار فلن يدخلوها إلا أياما ما عدد من أين لكم هذا فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون والنصار أيضا النصار قالوا إن عيسى افتداهم افتداهم عيسى عليه السلام يقولون فقدم نفسه قربانا عندما يقولون إنه قتل وهو لم يقتل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لم لهم هم يقولون أن عيسى افتداهم فهم سيدخلون الجنة يقولون بسبب فداء عيسى عليه السلام لهم ابن الإله كما يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة فهؤلاء يعني مصيرهم مصير اليهود لأنهم يزعمون أنهم سيدخلون الجنة لأنهم يعني افتدا عيسى خطاياهم كلها وهذا كلام لا يقبله عقل ولا منطق ولا يدل عليه شرع كيف يفتدي إنسان غيره يفتدي أعماله السيئة ومخالفاته وتقصياته كيف يفتديه قل نفس بما كسبت رهينة فهؤلاء إذا أذنبوا وإذا أجرموا وإذا ضلوا هم يؤاخذون بأعمالهم لا يحمل أحد عن أحد شيئا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق هذه مسألة لا بد أن تستقر في الأدهان ولذلك الله سبحانه وتعالى يكرر هنا أنهم في العذاب خالدون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون كأن هذا زيادة تكذيب لهم هؤلاء هؤلاء الذين يقولون أنهم سيدخلون الجنة والجنة لهم وإن دخلوا النار فسيكون هذا في أيام معدودة ثم يدخلون الجنة كأن الجنة هذه إنما خلقت لهم وأما بقية الخلق هؤلاء فهم خدم لهم خدم لهم فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلا يخفف عنهم العذاب أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة باعوا دنياهم باعوا طلبا للكسب الدنيوي وللمناصب الدنيوية ولأن تكون لهم مكان بين الناس بين أتباعهم وبين عامة الناس المشركين الذين كانوا في جزيرة العرب حتى يحصلوا على هذا التقدير وهذه المكان فلذلك ارتكبوا كل هذه الجرائم ووقعوا في كل هذه الفضاء ولم يرقبوا حق الله سبحانه وتعالى ولم يلتزموا بما أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم من العهود والمواثيق فلذلك الله سبحانه وتعالى أكد أنه لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون في يوم القيامة وكما قلنا إن هذا أيضا تنبيه وتوجيه للمؤمنين أن لا يفعلوا مثل فعلهم وفي يوم القيامة الحساب والجزاء بالأعمال الأعمال الصالحة هي التي تقود صاحبها إلى النجاح والأعمال السيئة والعياذ بالله والمظالم هي التي تقود صاحبها إلى النار ولكن ذلك كله مربوط ومرتكز على ماذا على الإيمان بالله تبارك وتعالى لأن الذي يعمل الصالحات وهو لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب وكما قلنا في درس مضى إن هذا يعني لا الله سبحانه وتعالى بريء من الظلم لا يظلم ربك أحدا هؤلاء الذين يفعلون الأعمال الصالحة من غير المسلمين في الحياة الدنيا والتي ينتفع منها الناس أعمال يعني صالحة كثيرة ينتفع منها الناس الآن يفعلها بعض الكفار وينتفع منها الناس مثل وسائل الاتصال هذه الآن ينتفع منها الناس جميعا وهي من صنع الكفار فهو عمل صالح لكن هذا يأخذ جزاءه عليه في الدنيا لا يغادر الدنيا إلا وقد أخذ جزاءه ما هو جزاءه في الدنيا جزاءه في الدنيا بعضه قد يظهر لنا وبعضه قد يخفى علينا الذي يظهر لنا أن الله سبحانه وتعالى يعطيه المال يعطيه المنصب يعطيه الجاه وأكثر هؤلاء كانوا يسعون للجاه أن يخلد اسمه أن يوضع له تمثال أن يكتب اسمه في كل مكان أن يقال هذا هو فلان الذي فعل وفعل وفعلهم ويريدون هذا فأخذوه في الدنيا وحصلوا عليه لكنهم يأتون إلى يوم القيامة إلى الحساب والجزاء وليس معهم شيء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور أخذوا جزاءهم في الدنيا وقد يكون من جزاء الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا أن يدفع عنهم يدفع عنهم بعض الشرور بعض المصائب وهذا من الجزاء يأخذونه في الدنيا لكنهم لا يغادرون الدنيا إلا وقد استوفوا جزاءهم استوفوا جزاءهم وهذا هو الفارق بين المؤمن وبين الكافر المؤمن يعمل الأعمال الصالحة وقد يأخذ عليها بعض الجزاء في الدنيا وقد لا يحصل له شيء من الجزاء في الدنيا لكنه لا يأس وهو ممكن أنه إن فاته شيء في الدنيا فسيلقاه في الآخرة سيلقى عمله الصالح وجزاءه عند الله تبارك وتعالى فلا يضيع عليه شيء لكن هؤلاء لا يؤمنون فلذلك أخذوا حضوظهم في الدنيا ربما بعض من ينتسبون إلى الإسلام يستنكرون هذا الأمر الآن وقد قيل هذا في بعض الأماكن أن هؤلاء كيف يحرمون من الجنة هؤلاء الكفار الذين قدموا أعمالا صالحة للبشرية كيف يحرمون من الجنة ويدخلها غيرهم ممن لم يقدم شيئا من المسلمين من عوام المسلمين المقصرين الذين لم يقدموا شيئا وربما لم يلتزموا حتى بشريعة الإسلام على النهج الصحيح مسألة من ناحية العقل قد يكون فيها مساغ للنظر لكن القضية عندنا أدلة الشرع النبي عليه الصلاة بيّن لنا ذلك شريعة الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا فيأخذون جزاءهم في الدنيا فليس عليهم ظلم ليس عليهم ظلم وهؤلاء كما قلنا فعلوا ما فعلوا وقدموا ما قدموا ليحصلوا على الشهرة والسمعة والمال وقد حصلوها وحتى المؤمن الذي يعمل العمل الصالح يقصد به المراءة أو يقصد به السمعة هذا لا حظ له في عمله وقد جاء في الحديث أن يعني أول من تسجر بهم النار ثلاثة والعياذ بالله وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام رجل يأتي فيعرفه الله سبحانه وتعالى في موقف الحساب يعرفه بنعمه عليه فيعرفها ويقال له ماذا عملت في هذه النحاب ماذا عملت فيها قال يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وأقرأت فيقال له كذبت تعلمت العلم ليقال عالم فقد قيل خدت نصيبك في الدنيا وقرأت القرآن وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل وهذا فيه تنبيه أيها الإخوة لكل إنسان مسلم أن يحرز أعماله الصالحة ولو كانت قليلة العمل الصالح لا يقبل إلا إذا توافر فيه شرطان الإخلاص لله تبارك وتعالى الإخلاص فاعبد الله مخلصا له الدين والأمر الثاني ما هو موافقة الشرع أن يكون هذا العمل موافق للشرع فإذا حصل هذان الأمران فالعمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى لكن إذا عري العمل عن هذين الأمرين أو عن أحدهما فإنه غير مقبول الإنسان المسلم عليه أن يتنبه ليست العبرة بكثرة العمل وإنما بالإخلاص فيه وموافقة شرع الله تبارك وتعالى أن يأتي الإنسان في يوم القيامة بأعمال كثيرة كأمثال الجبال ولكنها منقوصة رأى فيها وسمى كان يحرص على الرياء والسمعة ويريد أن يلفت أنظار الناس إليه وأن يمجده الناس وأن يحترموه وهذا يدخل في أعمال كثيرة حتى بعض الناس مثلا ولا نتهم أحدا ولكن من باب التنبيه بعض الناس قد يأتي ويتكلف من أقطار بعيدة من بلدان المسلمين يجمع المال سنوات طويلة ليحج وينتظر حتى توتيه الفرصة ويأتي هنا إلى الحج ويحج ولكن هو في نفسه أن يكتسب وصفا معين أن يناديه به الناس ليقول له الناس بعد ذلك يا حاج هو حج لله لكن يريد أيضا أن يكون له حظ من عمله هذا أمام الناس أن يقال له حاج الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه في الشرك حتى ولو كان قليلا فإنه يبطل العمل والعياذ بالله حتى ولو كان العمل كبيرا فلا بد إذن من الحرص على الإخلاص أن يبتغي الإنسان بعمله وجه الله وأداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه وإذا كف عن الأمور المحرمة أن يفعل ذلك طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى الآن الأمور عندنا التكاليف التكاليف تنقسم إلى قسمين قسم مطلوب فعله الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها وطاعة الوالدين والبر والإحسان هذه كلها مطلوب فعلها وهذه لا تقبل إلا بالإخلاص وبموافقة هذه الشرع وفيه قسم آخر يسميه العلماء التروك الأشياء التي تترك هذه إذا تركها الإنسان من غير نية لا يؤاخذ لا يعاقب يعني لو أن إنسانا ترك شرب الخمر لكنه ما قصد بهذا أي معنى ما عنده نية في هذا هذا لا يؤاخذ ما يعاقب لأنه ما شرب الخمر العقوبة على ماذا على شرب الخمر لو أنه ترك الزنا ترك السرقة ترك الحرام ما يعاقب لكن هل يثاب لا لا يثاب إلا بشرط واحد أن يبتغي بتركه هذا رضى الله سبحانه وتعالى فالتروك لا يثاب الإنسان عليها إلا بالنية الصالح لكنه لا يعاقب عليها بدون نية ما يعاقب إنسان الذي يترك الزنا ويترك الخمر ويترك المحرمات ما يعاقب لكنه لا يثاب إلا إذا توافر في تركه هذا قصد موافقة الشرى قصد طاعة الله تبارك وتعالى إذا فعل ذلك ابتغاء رضوان الله فإنه يثاب على هذا الترك واضح هذا يعني أما الأمور التي يطلب فعلها فلا بد فيها من موافقة الشرع ولا بد فيها من الإخلاص لله تبارك وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يجبر كسر المسلمين المنكسرين وأن يظهرهم على عدوهم إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد